في الماضي كانت والدتي حامل بالطفل و في ذلك الوقت كانت تحرث و تجلب الماء و بسبب التعب سقط منها هذا الحمل هل لزمها شيء؟ إذا سقط الجنين من بطن أمة بسبب فعل من الأم فإنه يجب عليها كفارة بأن تصوم شهرين متتابعين و أما إذا كانت وفاة الجنين بسبب خارج عن فعل الأم فلا كفارة حينئذ فالمقصود أن وفاة الجنين الذي بلغ هذا المقدار أكثر من أربعة أشهر و كإذا كان بسبب فعل الأم فإنه يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين حتى و لو كان هذا الفعل مما يجوز لها فعله من مثل السقية و الحرص و الرعي و نحن ذلك فإذا فعلت المرأة فعلا يجوز لها فعله و نتج عنه وفاة جنينها فإنه يجب عليها أن تدفع كفارة اليمين بأن تدفع كفارة القتل بأن تدفع رقبة تحررها فإن لم يكن كزماننا الحاضر صامت شهرين متتابعين